خلينا نقول إن سعاد حسني واحدة من أهم النجبات المصرية كممثلة كمغنية كحتى استعراض من أهم الفنانات المصريات مش بس هقولنا فجلها أيقونة حقيقية لكن لو هريتكلم عن هذا النجاح وهذه الأيقونة شايف إنه إيه عوامل نجاح سعاد حسني وإيه عوامل استمرار هذا النجاح وبقاءها معنا حتى الآن أول أنا سعيد إن أنت قلت عليها الاستثنائية هي فعلا ده تعبير ينطبك على سعاد حسني أنا أعتقد إنه هي من القلائل اللي حتى على مستوى العالم اللي عندها موجات من الأداء ومراحل مختلفة وتنقلات غير عادية في الأفلام والأدوار اللي قدمتها عشان كده تلاقي سعاد حسني هي الوحيدة تقريبا في مصر والعالم العربي اللي قدمت اللي بدأت بأدوار خفيفة وبعدين استعام بيها المخرجين في مرحلة مبكرة بأدوار عميقة وسرية جدا وبعدين دخلت في مرحلة سينما اللي بتدعو للفكر وأفكار فلسفية وشخصيات بتأخذ وتدي وتشتبك مع المجتمع يعني شوفي من الزوجة التانية مثلا هذه الشخصية التي قدمتها ببراعة شريدة جدا ازاي ادرت تتعامل مع العمدة الجميلة الزوجة الجميلة اللي فلاح فقير عادي ادرت ازاي تختارك هذا المجتمع وتتمرد عليه وتحقق هدفها القهرة 30 مثلا طبعا هذه الشخصية انا بعتبرها اهم دور قدمته سعاد حسني على الشاشة هذا الميكس في المشاعر والتعبير والاداء من ارتباط بشاب بيكافح من اجل اثبات وجوده في المجتمع العلاقة مع عشيك لرجل سري في حتة تانية خالص ازاي ادرت تعيش مع موجات هذه الشخصية بتقلباتها النفسية اعتقد انه حتى لما استعان بيها محمد خان في موض على العشاء هذا الدور المدهش جدا اللي هي بتقرر فيه في النهاية التخلص من حياتها وحيات الزوج لانها مش قادرة تعيش بين قصة الحب مع الشاب اللي لقيت فيه نفسها وهذا الزوج اللي مش لقى مع نفسها ترجمة نانسي قنقر